أما على مستوى الصلاة فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت ثمانية من مئة في المئة ليستجل سعر العقودة الفورية لخام برينت إلى 82 دولارا و 68 سنة للبرميلة الواحد وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بشكل طفيف في زل تباطئ معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الطاقة أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليغبط سعر المعادن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 17 من مئة في المئة ليغلق عند 2390 دولارا للأوقية جاء تراجع أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات الخميس مع تصاعر توقعات التيسير النقدي عقب طباط أتضخم في الولايات المتحدة أكبر اقتصادات العالم على صعيد العملات الرقمية فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة كبيرة بلغت 5% أفاصل 47 لتغلق فوق مستوى 66 ألف دولار آيات تصاعد أو صعود البيتكوين خلال تعاملات اليوم مع تفاؤل المستثمرين تجاه أفاق السياسة النقضية الأمريكية بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين يومامس ترجمة نانسي قنقر